كان ايه الاولويات المرحلة دي بالنسبة لنيافتك؟ يعني احنا كلمنا عن الهويات الاولويات الاولويات الحقيقة انا كنت حطت الرهبانة قدامي من فترة طويلة والحقيقة ده كان تأثرا باب مطران جليل هو نيافة الانبى ماركس مطران ابو تيج وطحته وطمع ده كان رجل وقور اوي ورجل فاضل اوي وكان له علاقة بالاسرة وبالوالد وحتى الوالد كان يحب يخليه يسمي كل اسماء الاولاد لما يتولد طفل سيدنا الوالد كان يروح له وهو يحدد يقول له معك اسماء يقول له فلان وفلان وفلان يقول له خلاص سمي كذا سمي كذا فكان مرتبطية انا حتى يوم ما كنت جاي الدير ما كانش الاسرة تعرفها كان عندك كم سنة يا سيدنا؟ سبع عشرين سنة فكان الاسرة ما حدش يعرف خلص وكنت عارف المعوقات اللي هتم لو انا قلت فروح تزورت الاسرة هناك لان انا كنت عايش في القاهرة وكان فروح تزورت الاسرة فتصادف ان هو كان هناك فوانا ماشي ميلت عليه وبقول له صليلي يا سيدنا بدون ما يعرف النية يفتك ايه او يفتك بفكر في ايه؟ فانا فاكر يومها قال لي روح ربنا يكون معاك وينجح طريقك كانك كان عند كان شفافية وعرف يفتك أن يفتك بفكر فيه؟ كان كده هو وبعدها انا رحت الدير وبعدي شهرين هو جه الدير صلى اداس في دير امبع اب شوي وانا كنت صليت الاداس معاك شماز وبعدين رح مضيافة بتاعت الدير رحت معاك قال لي خلاص مش راجع تاني قلت له أي سيدنا قال لي سبت الوظيفة قلت له سبتها قال للوالد والوالدة عارفين قلت له عرفه دلوقتي لكن أنا وانا جاي ما قلتش يعني عرفه بعدها بشهرين في البيت لا 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 بعدها يومين مما سبت جواب لابن عمي مقفول فهو راحت دهولهم حتى هو خاف قال لي هم هيزعلوا مني قلت له أنا هقفله لك عشان ما أكنك ما تعرفش إيه لجوه فدلح وكانوا يجوا في الدير وعملوا هيصة جمدة في الدير حتى يعني فكان فالراجل جيه وصلى لي ومشي وبعدها رجعت نيح يعني قدرت نقول إنه هو من الشخصيات المؤثرة جدا جدا في تأسيس أو في تكوين فكري عن دنيافتك في وقت سن شباب بالظبط كده هو وطبعا أبونا عبد المسيح أبونا عبد المسيح لأنه كان أقرب طبعا نيافة أمبا مرقص المطران كان بيجي مرة أو أنا كنت حينا أروح وأنا رايح الصعيدة أروح أمر أسلم عليه بتاع أخذ بركته لكن أبونا عبد المسيح كان دائم وكان في الطفولة والغاية ما سفرت القهرة هو أب أعترافي شكرا لكم